اشتركوا في القناة والهمنا جميعا الصبر والسلوان إنا لله وإنا إليه راجعنا كما تعلن وزارة شؤون رئيس الحدادة رسمي وتنكيس الأعلام على المغفور له بإذن الله الشيخ خليفة بن زايد ألنهيان رحمه الله مدة أربعين يوما اعتبارا من اليوم وتعطيل العمل في الوزارات والدوائر والمؤسسات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص ثلاثة أيام اعتبارا من غد السبت على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الثلاثاء المقبل نعى ديوان صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسم عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ خليفة بن زايد ألنهيان رئيس الدولة الذي وافته المنية اليوم الجمعة الثالث عشر من مايو الفين واثنين وعشرين وفيما يلي نص البيان بسم الله الرحمن الرحيم يا ايتها النفس المطمئن رجعي لربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي صدق الله العظيم بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره ينعى ديوان صاحب السمو حاكم الشارقة المغفور له بإذن الله الشيخ خليفة بن زايد ألنهيان رئيس الدولة الذي وافته المنية اليوم الجمعة الثالث عشر من مايو الفين واثنين وعشرين ويتقدم ديوان صاحب السمو حاكم الشارقة إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد ألنهيان وعموم ألنهيان الكرام وشعب الإمارات وشعوب العربية والإسلامية بصادق العزاء والموساة سائلا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم شعب الإمارات الصبرى والسلوان كما تقرر إعلان الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام في إمارة الشارقة لمدة أربعين يوما ابتداء من اليوم وتعطيل العمل في الدوائر والهيئات المحلية ثلاثة أيام ابتداء من يوم غد السبت على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الثلاثاء المقبل هذا وأكد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسم عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة أن دولة الإمارات العربية المتحدة والأمتين العربية والإسلامية فقدت قائدا فذا ورجلا حكيما وإنسانا كريما بخلقه وعطائه لوطنه ودينه وأمته وللعالم أجمع كرس حياته للعمل على النهوض بوطنه وفي خدمة الإنسانية وعمل الخير في أنحاء العالم كافة وقال سموه في كلمة الله برحيل الشيخ خليف بن زايد ألنهيان تتألم القلوب وتدمع العيون وتنداب الجميع مشاعر الحزن والأسى على رحيل أب حنون على الجميع كان سندا لوالده الشيخ زايد بن سلطان ألنهيان في بناء الدولة وخلفه خير خلف بالعمل المتواصل على رعاية الإمارات والنهوض بها وبشعبها رحم الله الشيخ خليف بن زايد ألنهيان وتغمده بواسع رحمته واسكنه فسيح جناته مع الصديقين والشهداء والصالحين وألهمنا وأهله وشعب الإمارات الصبر والسلوان كما نعى سموه الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة قائد الوطن وراعي مسيرته الشيخ خليف بن زايد ألنهيان رئيس الدولة الذي انتقل إلى جوار ربه راضيا مرضيا اليوم الجمعة الثالث عشر من مايو وقال سموه في كلمة الله ببالغ الحزن والألم نفقد اليوم رمزا عربيا ووطنيا هو الشيخ خليف بن زايد ألنهيان رئيس الدولة رحمه الله الذي بذل العطاء المخلص خدمة للوطن وحرصا على الارتقاء به ليصبح في أعلى وأرقى المصافي الحضارية والعلامية وأضاف عمل رحمه الله على تنمية المجتمع وتوفير الحياة الكريمة بكافة أشكالها للمواطنين رعى ودعم تشييد وبناء المرافق التعليمية والصحية والثقافية والمجتمعية والاقتصادية في مختلف المدن والمناطق بالدولة واستمر عطاؤه ليصل إلى كافة المحتاجين في أقطار العالم غفر الله لوالدنا الشيخ خليف بن زايد ألنهيان وأسكنه فسيح جناته وتغمده بواسع رحمته وألهم شعب دولة الإمارات العربية المتحدة قيادة وشعبا وشعوب العربية والإسلامية الصبر والسلوان ونعى سموه الشيخ عبدالله بن سالم سلطان القاسم نائب حاكم الشارقة قائد الوطن وراعي مسيرة الشيخ خليف بن زايد ألنهيان رئيس الدولة الذي انتقل إلى جوار ربه راضيا مرضيا اليوم الجمعة الثالث عشر من مايو وقال سموه في كلمة له ببالغ الحزن والرضى بقضاء الله وقدره يرحل عن اليوم قائد مسيرتنا ودولتنا الشيخ خليف بن زايد ألنهيان بعد عمر غني بخدمة الوطن والعمل الإنساني والعطاء الجزلة في كل المجالات والمراحل والمسؤوليات وأضاف كان رحمه الله مثالا للقائد الحكيم صاحب الرؤية الثاقبة مع الاهتمام بكل احتياجات أبناء شعبه أخلص في كافة مسؤولياته وترك بصمة كبيرة في العالم العربي والإسلامي رحم الله والدنا الشيخ خليف بن زايد ألنهيان وتغمده بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته وألهمنا وألهم أهله وشعب الإمارات الصبر والسلوان كما نعى سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسم نائب حاكم الشارق قائد الوطن وراعي مسيرته الشيخ خليف بن زايد ألنهيان رئيس الدولة الذي انتقل إلى جوار ربه راضيا مرضيا اليوم الجمعة الثالث عشر من مايو وأقال سموه في كلمة له يوم حزين يمر على دولة الإمارات العربية المتحدة برحيل قائدها الشيخ خليف بن زايد ألنهيان رحمه الله الذي ترك بصمات خالدة على مستوى الوطن والعالم بحكمته وحلمه وحرصه الشديد على مصلحة الوطن والمواطن وأضاف مسيرة تنموية حافلة بالإنجازات والعطاف في كافة المسؤوليات التي تولاها رحمه الله وشهدت الإمارات تحت قيادته الخير الكثير والمنجزات المتتالية نهضة ثقافية عمرانية اجتماعية واقتصادية رحم الله والدنا الشيخ خليف بن زايد ألنهيان وأسكنه فسيح جناته وألهمنا وألهم قيادة وشعب الإمارات وشعوب العالم العربي والإسلامي الصبر والسلوان